احنا اختارنا هذا المدرب بناء على رؤيتنا بناء على الاهداف اللي احنا حطناها وإحنا بنتحمل المسؤولية انا اعتقد ده كلام كان واضح جدا وكمان بيعكس فلسفة المرحلة لانه هو اي فريق لما بيختار مدرب في توقيت معين بيختاروا الفكرة معينة لهدف معين مش بالضرورة انا بشيل خواجة فبجيب خواجة لا يجوز تجربتي المرة اللي فاتت او الفترات اللي قبل كده كان عندي اهداف للمرحلة وعند ظروف لعيبة في هذه المرحلة مختلفة عن المتوفر دلوقتي والتارجت ايه كمان فعشان كده كبتن سيد كلام الشيخ طوى كمان جزئية احنا ما بنجيبش حد ببادلة راجل كبير بخبرات ممكن يكاتشن من بره لا احنا بنجيب حد يشتغل في الملعب ميدانيا عشان عندنا نواقص كتيرة مظبوط يمكن في حاجات كتيرة بتبقى معايير لاختيارك المدرب كانت مسؤولية في الفترة اللي فاتت ودي الوقت كمان اللي هي في بعد مبارة بيرامدز يعني كانت لجنة التخطيط وكابتن محنون الخطيب ومسؤول التعاقدات وكل الناس كانت بتشتغل بشكل مكسف جدا جدا لكن في مراحل في الحياة بتختار فيها المدرب يناسب المرحلة دايات ان شاء رحمن اللي أنا متأكد منه ان احنا هننجح بشكل كويس قوي المردود اللي شفته في البداية الحمد لله مطميني لحد كبير جدا ان شاء رحمن زي ما قلتلك مع نظام الاهلي والسياسة الاهلي والتعاون المشترك ما بيننا ككل يعني وفكر الرجل وطموحهم ان شاء رحمن ننجح بشكل كويس بذنب اشتركوا في القناة